النقطة اللي بعد كده معانا project and strategic management كنا اتكلمنا عن الاستراتيجي من شوية ودي سلايد عنها organizations need to achieve objective within their strategic plan ويقصد يقول ان اي شركة او اي مؤسسة المؤسسة دي مش لازم انها تكون مقاول برضو عشان نحاول نجرد فكرنا من الموضوع ده ال organization need to achieve objective within their strategic plan عندها خطة استراتيجية وحط فيها استراتيجيات معينة او اهداف استراتيجية معينة في الخطة دي الخطة دي قد تكون مثلا على مدار الخمس سنين انا محتاج اعمل حاجة معينة زي مثلا احد الوزارات ولتكن وزارة الداخلية عايزة مثلا ان هي تعمر مجموعة من الملاطق المعينة وتوفر فيها الخدمات بتاعتها اللي هي خدمات مثلا اسام شرطة دفاع مدني احوال مدنية الكلام ده كله عايزة ان هي تنشر الكلام ده في الارياز بتاعتها دي فبالتالي هي حطة خطة استراتيجية معينة وحط فيها اهداف معينة Projects are means to achieve these objectives المشاريع ايه الهدف منها هي بتطلع بيعملوا بيقولوا عايزين نعمل مشروع يعني عشان نحقق واحد من الاهداف الاستراتيجية بتاعتنا اي نعم احنا لما نبقى في المقاول او في شركة المقاولات او شركة الاستشارات ممكن اشواخدين بالنا من حتة الهدف الاستراتيجي ده يعني مثلا بيعملوا اه مستشفى واحنا شغالين بنعمل المستشفى ماشي بسوا ايه الهدف الاستراتيجي اه الهدف الاستراتيجي ان انا المنطقة دي محتاجة تتخدم بموضوع المستشفيات اللي هي الناس محتاجة او مثلا احنا شغالين في مثلا معهد تابع احد الجامعات مثلا عاديين مهتمين بالسكوب بتاع المشروع وعملين نعمل مبنى ودور اول ودور تاني ونفزنا درونج ولا لا او الصبمتلز والكلام ده بس مش واخدين بالنا ان فيه هدف استراتيجي الدولة مثلا عاملها ان ما يعديش سنة 2016 او 2017 الا والمنطقة دي يبقى فيها المعهد ده لان فيه طلب عليه خاصة اه ان فيه مثلا دفعات معينة هتزيد او اه عدد الطلبة هيزيد فمحتاجين يبقى المكان ده موجود اه اكزامبلز اوف استراتيجي كونسدريشنز يعني دي امثلة للاعتبارات الاستراتيجية ماركت ديماند احتياج في السوق نفسه نيد فور هاوسنج يعني فيه اقبال على شراء العقارات نيد فور سيرتين فود احتياج لبعض الطعام المعين دي كلها تبقى ماركت ديماند فنتيجة لكده ابدأ ان انا اعمل مشاريع تبدأ المستسة تقول انا عايزة اعمل مشاريع عشان اغطي الديماند الطلب اللي في السوق ده opportunity او business need زي مثلا university in new cities واحد شاف ان في مدن جديدة بتطلع طب المدينة الجديدة دي ممكن يبقى فيها فرص للاستثمار طيب اروح اعمل ايه هناك محتاجين اعمله اعمل مصنع ولا اعمل جامعة ولا اعمل مجموعة سوبر ماركتز ولا اعمل ايه ممكن ان انا استثمر من خلاله اه مثال تاني petrochemical plant in countries that have sources of oil and gas بعض البلاد لما بتيجي مثلا عايزة تصنع منتجات petrochemical تقول طيب انا ليه اروح افتح المصنع عندي واعد استورد الخام وانقل الخام وانقل المنتج طيب انا روح افتح المصنع هناك جنب مصدر الخام خلاص اروح ادور على دولة من الدول اللي بتصنع وروح اخد مثلا ارض هناك واخد حصتي من الغاز او البترول وابدأ ان انا اصنع عندهم وخاصة لو هم موجودين بقى في مكان متوسط في مراكز التجارة اصنع وابيع من عندهم على طول فدي انا شفتها روح تستغلتها special social needs احتياجات اجتماعية زي مثلا الاحتياج للكهرباء في احد المدن احتياج لمستشفى احتياج لدور العبادة او المسجد environmental consideration producing material for green buildings احيانا بتصدر بعض الاعتبارات البيئية من الهيئات المنطب ده فتبدأ ان الناس محتاجة ان هي تشتغل بنفس الاعتبارات دي زي موضوع green buildings customer request احد الكاستمرز عندي طالب حاجة زي electrical substation for a private part واحد بيعمل حديقة والحديقة دي كبيرة على مستوى كبير فمحتاج ان يبقى متوفر فيها substation للكهرباء او محطة الكهرباء فيطلب من شركة الكهرباء ان هم يعملون للsubstation دي فده بيبقى عمل المشروع استجابة للcustomer request technological advance زي utilization of electronics in vehicles مثلا بنلاقي ان بعض السيارات بدأ ان هو يطوروا فيها ويدخلوا فيها العامل الالكتروني ما تبقاش كل حاجة mechanical فقط لا بيبقى فيه الجزء الالكتروني نتيجة ان هم لقوا التطور التكنولوجي حواليهم طيب ليه التطور التكنولوجي ده ما ندخلهوش كمان في موضوع السيارات وهو يبقى الproduct بتاعنا افضل من السيارات او افضل من الproducts التانية legal requirements بعد المتطلبات القانونية بتصدر من قبل الدولة زي chemical treatment of industrial waste المعالجة الكيميائية للمخالفات الصناعية فنتيجة لذلك بتيجي الشركة وتقوم جاية عاملة مشروع لمحطة معالجة للصرف الصناعي ده فده بيبقى نتيجة الاستجابة لل legal requirements او المتطلبات القانونية دي تعتبر ايه شكل كده عشان يحسسنا هو يعني ايه strategic management وايه هي الاهداف الاستراتيجية النقطة اللي بعد كده عن ال PMO او project management office ال PMO له اشكال مختلفة كتير قد يكون ان هو بيدير عدة مشاريع وقد يكون بيدير مشروع واحد وقد يكون مبيدير مشاريع اساسا هو ممكن بس يكون تابع للمكتب الرئيسي بيعمل monitor و control ممكن بيعمل monitor بس يعني مجرد انه بيرائب ويطلع تقارير ويبعثها ممكن بيعمل control ال control ده درجة اعلى انه هو يتحكم يعني يقول قرارات والقرارات دي تمشي على الكل والناس تلتزم بيها ويتعاقب اللي ما يلتزمش بيها ده فرق دايما ما بين المونيتور وال control فبالتالي اللي يعني دوره بيختلف على حسب الاحتياجات العميل او احتياجات المؤسسة هي عايزة تخصص له ايه من الصلاحيات والادوار PMO roles من ضمن ادوار مكتب المشروعات ادارة الموارد ما بين المشاريع انا عندي المشروع بيبقى مثلا موجود في equipment معدات وعايز ان انا احرك المعدات دي من مكان لمكان فبرجع ممكن لل PMO قد يكون ال resource اللي بتكلم عنه برضو man power نفسها او ال stuff فببدأ ال PMO بيبقى مثلا تحكمه انه هو بيحرك ال stuff من هنا لهنا ومسؤول عن النقطة دي اعداد المنهجيات والممارسات الجيدة ال methodologies زي موضوع ايه زي processes العمليات او دلال الاجراءات او الفورمس اللي بنستخدمها اثناء عملية تنفيذ المشروع دي اللي بيعملها يا اما شركة مثلا خارجية جدت عملت الكلام ده لنا او ان احنا عندنا PMO بنطلب منه انه هو يعمل لنا المنهجيات دي على حسب عنده الصلاحية دي ولا لا التدريب والتأهيل قد يكون احد الادوار انه هو يأهل مدرأ المشاريع ويأهل ال stuff ويعلمهم العلم المناسب اللي هم محتاجينه اه ويعمل لهم تدريب على كيفية ادارة المشروع المرأبة للمشاريع اتكلمنا عنها من شوية انه هو قد يكون انه بياخد data اللي في المشاريع ويعملها على شكل reports ويرفعها لل top management عشان يبقى عندهم الصورة واضحة ويبقى عندهم رؤية منطقية تنسيق الاتصال بين المشاريع وبعضها احيانا في بعض المشاريع بتقابل مشاكل والمشاكل دي قد مثلا تتكرر في مشروع تاني طيب ليه انا كل مرة لما اجا قابل نفس المشكلة ابدأ احاول حلها من نقطة الصفر لا المفروض اتعلم من اخطاء الاخرين فبالتالي يفضل ان انا يبقى فيه تنسيق للاتصال ما بين المشاريع وبعضها مدير مشروع عنده مشكلة وعارف ان في الشركة كان فيه مشروع تاني قبل كده بيكلم ال PMO لو سمحته ممكن ان انا ابدأ اعمل contact كده مع الرجل اللي كان بيدير المشروع التاني المشابه عشان اعرف منه الدروس المستفادة اعرف منه المشكلة اللي قبلها دي حلها ازاي فبيكون الوسيط هنا هو ال PMO حتى لو ما يعرفش ان فيه مشروع هو بيرفع لل PMO وبيطلب منه ما انا عندي المشكلة دي هم بيقولوله طيب فيه فلان الفلاني ده هتتواصل معاه وهيقولك كده وحلها ازاي او لو هو عندهم يعني تكنيك افضل شوية ان هم بيجمعوا أي مشكلة يقابلوها يحطها في sheet والsheet ده يبقى موجود بحيث انه بيدير المشروع اللي بيدير المشروع اللي فيه المشكلة هيدخل على ال sheet ده وهيلاقي مثلا المشكلة كانت ايه وطلعت امتى ومين اللي حلها وتحلت ازاي الحل كان ايه وكزا يعني النقطة اللي بعد كده انماط مكتب المشروعات الكتاب اعطانا تلات انماط الانماط دي supportive controlling و directive supportive ده اقل درجة من درجات ال control بس بيقدم الدعم فقط بيقدم الدعم providing methodologies such as procedures templates and lessons learned حد عنده مشكلة بيتصل بيه بيقول له نتصرف ازاي في المشكلة دي بيدي له دعم اه مشروع بيبدأ جديد عايز مجموعة forms او templates او procedures عشان يشتغل بيها بيقدم له templates دي احد الناس عايز يعرف حاجة معينة في best practice ايه هي كانت افضل ممارسات لحل مشكلة معينة او لتنفيذ حاجة معينة فبيبدأ ان هو يتواصل مع ال PMO يسأله مثلا احد الامثلة شركة مثلا بتشتغل اه في احد الارصفة بتاعة المواني وقابلتها جزئية خاصة بال marine work وهيشتغلوا اعمال في البحر فمش قادر ينفز الموضوع ده فيرجع لل best practices اللي عنده في الشركة ويبدأ يعرف منها controlling ده بيبقى درجة اعلى شوية من control من من supportive بيبقى عنده control اعلى شوية بس متوسط in addition to providing such methodologies this type of PMO requires the obligation to what has been provided يعني بيمنحهم او بيمدهم بال procedures دي لكن مش بس انا همدكو كنوع من الدعم عايزين تلتزموا بيها اوكي مش عايزين اوكي لا دي ملزمة ليكو ولازم تلتزموا بال procedures اللي احنا عطناها لكم directive ده يعتبر اعلى درجة من درجات control بيبقى ال PMO داخل تماما في المشروع involved directly in the management of project بيبقى يعني عارف كل كبيرة وصغيرة وبيتابع المشروع عن corp فبالتالي النمط بتاعه يعتبر directive الاستيكهولدر management مين هما الاستيكهولدرز الاستيكهولدرز الاستيكهولدر هو اي شخص له علاقة بالمشروع هيتأثر ايجابا او سلبا يعني مثلا المالك وكل الناس اللي معاه والاستشاري والمقاول دول يعتبروا من الاستيكهولدرز الجهة المستفيدة من الاستيكهولدرز جار للمشروع ساكن جنب المشروع وهيتأثر سلبا بسبب ان سعر الارض بتاعته ممكن يقل او مثلا بيتأثر بالدوشة اللي بتحصل من الانشاءات ده يعتبر احد الاستيكهولدرز في الاستيكهولدرز هو اي حد هيتأثر ايجابا او سلبا من المشروع persons or organizations يعني برضو ممكن يبقى who are actively involved in the project or whose interest may be positively or negatively affected مصلحتهم او اهتماماتهم هتتأثر ايجابا او سلبا by the performance or completion of the project لابد من نظر اليهم على انهم بفريق عمل مساعد بحيث انك تسمع منهم وترضي توقعاتهم واحتياجاتهم لا شك طبعا ان احيانا بعض الناس بيبقى عنده بعض الاستيكهولدرز وما بيهتمش بيهم بيحس ان الراجل ده يعني ملوش لا سلطات ولا صلاحيات ويعني ما بيعبروش ويبقى يعني مقلل من شأنه او قيمته وعمال شغال في المشروع بتاعه وفجأة كده يكتشف ان الاستيكهولدر ده بدأ انه يغضب وبدأ ان هو يتواصل مع التوب مانجمنت ويقول لهم الراجل ده ما بيعطليش اللي انا بطلبه يبعتش تقارير وتلاقي ان جات عليك بسبب عدم استفاقك او عدم سماعك ده فالمفروض ان انا وجهة نظري كمدير مشروع انا اللي ادور على ما استناش لما هو يجيلي انا اللي ابعت له مش هو اللي يطلب مني يعني عندي ناس انا عارف ان هو واحد مستفيد ده هيبقى اللي هيستخدم المشروع بعدي المستفيد او مستخدم يعني ده اللي هيستخدم المشروع اللي انا بعمله طيب المستخدم ده اقول انا ده مش طرف معايا في العهد وانا مش هشتغل معاه ولو هو عايز حاجة يبقى يجي يطلبها مني لا الوضع ده مش صح ده كده وضع مش ايجابي انا عارف ان هو مستفيد وهو يعني قدام المالك هو ده اللي هيستخدم فبالتالي انا بعمل مشروع عشان خطر المالك يبقى راضي عن المشروع دوت وشايف المشروع كويس ويقباله مني طيب المشروع ده مين اللي هيستخدمه المالك عامله عشان المستفيد يستخدمه فبالتالي المستفيد ده واحد من الاستيك هولدرز المهمين فيبقى انا من البداية ابدأ ان انا ابعت تقارير شبه دورية او دورية للمستفيد ده عشان بعد كده لما ييجي المستفيد يسألني انت ليه يا ما عملتش دي او لو سمحت ممكن تعمل التقارير ده ابقى انا بقى ساعتها قدام المالك اقول له بص انا كنت ببعث له التقارير باستمرار اسبوع اسبوع او شهر شهر كنت ببعث له واهم تسجله هو ليه اعترض جاي اعترض دلوقتي كان اعترض من بدري انا مقدرش انفز الكلام ده دلوقتي فبالتالي مهم جدا ارضاء توقعات واحتياجات الاستيك هولدرز انا اللي ادور عليهم انا اللي اسجل اسماءهم واهتماماتهم واوثورتي بتاعت كل واحد سلوطات كل واحد زي ما هنتعلم الكلام ده في الشابتر بتاع الاستيك هولدرز اكزامبلز او ستيك هولدرز اتكلمنا عنهم زي الجهة المستفيدة كاستمر واليوزر قد يكون الكاستمر طبعا مختلف عن اليوزر قد يكون المدرسة مثلا بتعمل الكاستمر هو ممكن يبقى انا بعملها الوزارة لكن الجهة المستفيدة الدبارتمنت جوه الوزارة مثلا هي اللي هتشغل ده واليوزر مثلا بتاع المدرسة ممكن يكون الطلبة نفسهم الطلبة هو ده يعتبر المستخدم متاع المدرسة الاسبونسر الممول احيانا بتلاقي التلاتة هم واحد احيانا بلاقي الكاستمر هو اليوزر هو الاسبونسر واحيانا بلاقيهم متفرقين كل واحد منفصل عن التاني الاسبونسر الممول احيانا ما بيبقاش القطاع العام او الوزارة نفسها يعني مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية وبتعمل منشأ تابع لها مش هي اللي بتموله مش هي اللي بتدفع الفلوس لا ده وزارة المالية هي اللي بتدفع الفلوس او مثلا احد الشركات الاستمارية بتعمل مصنع لانشاء السيارات لكن البنك داخل شريك معا فالبنك هو الممول هو اللي بيدفع الفلوس فبالتالي الاسبونسر احيانا قد يكون طرف مختلف البي ام او ده احد الستيكهولدرز مدير البرنامج او مدير البرتفوليو والبروجيكت مانيجر والتيم اللي معاه كل دول الستيكهولدرز الفنكشنال مانيجر هنعرفه بعد شوية في اللي ما نتكلم على الهيكل اللي هو المدير الوظيفي والاوبريشنال مانيجر السيلرز الفندرز الكنتراجتورز البيزنس بارتنرز كل دول يعتبروا من الستيكهولدرز فزي ما قلنا يعني اي حد بيتأثر ايجابا او سلبا بالمشروع يبقى هو من الستيكهولدرز طيب النقطة اللي هنتكلم عنها بعد كده هي الارجنيزاشنال الشركات لها هياكل او المؤسسات لها هياكل بتتبع احد تلات انواع النوع الاولاني هنسميه فانكشنال او وظيفي النوع الوظيفي ده بيبقى زي ما احنا شايفين في الهيراريكي او الشكل الهرمي اللي قدامنا مدير الشركة تحتي كزا مدير وظيفي وكل مدير وظيفي معه فريق عمل طيب لما يجي يعملوا مشروع معين بيقولوا فلان الفلاني ده هيبقى مدير المشروع طيب مدير المشروع او عايز stuff هياخد stuff مثلا من اللي عند المدير الوظيفي بس ساعتها ما يقدرش يخطبه direct هو هيقول للمدير الوظيفي لو سمحت احنا عايزين الجزء ده من حضرك المدير الوظيفي هيروح لفريق العمل بتاعه ويقوله لو سمحته نفزه الجزء ده عشان ده تبع المشروع وهكذا المدير الوظيفي التاني والتالت فبالتالي مدير المشروع ما بيتعاملش direct مع فريق العمل او مالوش سلطة عليهم حتى لو بيتعامل direct مالوش سلطة عليهم هم تابعين فقط لمدير واحد اللي هو المدير الوظيفي اما المدير المشروع صلاحياته ضعيفة اوي لانه هو بيتعامل مع الكبار بس مش مع التيم يعني ناخد مثال من الامثلة الشهيرة اوي على الموضوع ده لو مكتب خاص بعملية الديزاين مثلا المدير الوظيفي خاص بالستركشل مدير خاص بالمعماري مدير خاص بالالكترو ميكانيك وهكذا وفيه مدير مشروع مدير المشروع مطلوب منه انه يصمم حاجة معينة وفيها التخصصات اللي اربعة دول فبيبدأ يكلم مدير المعماري اعمله الجزء ده مدير المدني اعمله الجزء ده وهكذا لكن ما بيكلمش الديم دايريكت او ما بيبقاش له سلطة عليهم دايريكت فكل مدير وظيفي بيبدأ بقى انه ايه يشتغل مع الستوف بتاعه صلاحيات مدير المشروع قليلة او معدومة لانه ملوش صلاحية تمة على الناس والناس دي شغالة باستمرار يعني مش لما هيخلص المشروع هيمشوا لأ هم شغالين في شغل الموجود على طول يصحوا الصبح مشاريع جات لهم مفيش مشاريع هم قاعدين موجودين والمدير الوظيفي بتاعهم والتيم وورك معاه وهكذا فبالتالي لو خلص المشروع اللي هم فيه مش معنى كده ان هم هيمشوا لأ قاعدين ومكملين عادي على عكس بقى النوع التاني اللي هو البروجيكتايزد البروجيكتايزد بيبقى هيكل للشركة متأسم مشاريع بقى مدير الشركة تحته مثلا مدير مشروع واحد مدير مشروع اثنين ومدير مشروع ثلاثة وكل مدير مشروع مع الفريق بتاعه فبالتالي بقى فريق العمل تحت مدير المشروع مباشرة فبالتالي مدير المشروع بقى عنده صلاحيات عالية جدا جدا لان الفريق العمل هو الوحيد اللي له كنترول عليه محدش تاني المنظمة عبارة عن مجموعة من المشاريع ومدير المشروع له كامل الصلاحيات فريق العمل تابع لمدير المشروع فقط وولقهم طبعا لان ما فيش مدير وظيف وولقهم للمشروع والتواصل سهل ما بينهم ليه سهل لان كلهم في جزء واحد او في هيراريكي واحدة كلهم تبع مدير المشروع فعادين في مكان واحد والتواصل سهل بينهم وفي نهاية المشروع يتم الاستغناء عن اعضاء الفريق في اخر المشروع بيعمله فايرينج لكتير من الناس وبيبدأ ان لو في مشروع تاني بيعمل لهم قصين عليه لو ما فيش مشروع تاني بيعمله فايرينج او انهاء للفريق العمل ده او الاستغناء عنهم يعيب هذا النظام غياب الخبرات الفنية في التخصص نظرا لانه عمال يعمل هير وفاير يعين ويمشي فالناس ما بتفضلش موجودة عنده ما بيقدرش انه يكبر الخبرات عنده على العكس الموديل الوظيفي ده عمال ينمي الناس كل شوية تجيلهم مشاريع يبقوا اقوى اقوى وما بيمشوش ويسيبوا المكان في الفانكشنل مش هيمشو يسيبوا المكان فهيبقى جو الشركة او المؤسسة نسك عندها خبرات مترقمة اما في المشاريع كل يوم يجيبون سطاف جديد وعكاية مشروع لما يجي لهم مشروع يجيبوا سطاف جديد تاني فما بتزيدش الخبرات الفنية النوع الثالث هو يعتبر ميكس ما بين الاتنين بنسميه ماتريكس او مصفوفة النوع الماتريكس ده بيبقى كل موظف تابع الاتنين مديرين المدير الوظيفي بتاعه ومدير المشروع وعلى حسب صلاحية مين اكتر صلاحية مدير المشروع ولا صلاحيات المدير الوظيفي بيختلف نوع الماتريكس لو صلاحيات المدير الوظيفي عالية بنسميها ويك ماتريكس مصفوفة ضعيفة لو صلاحيات مدير المشروع عالية بسميها سترونج ماتريكس مصفوفة قوية لكن لو هي وسط ما بين الاتنين ده زي ده بسميها بلانسد ماتريكس يبقى صلاحيات مدير المشروع أعلى في السترونج في البالانسيد صلاحيات متساوية في الويك ماتريكس صلاحيات أعلى للمدير الوظيفي نفتكر بس النقطة دي إن في الماتريكس كل واحد له رئيسين في الشغل رئيس اللي هو المدير الوظيفي والرئيس الثاني اللي هو مدير المشروع اللي متكون عشان المشروع ده على عكس البروجيكتايز والفانكشنال في اللي فاتت كان البروجيكتايز لهم مدير واحد اللي هو مدير المشروع وفي الفانكشنال لهم مدير واحد اللي هو المدير الوظيفي هنا لأ فيه اتنين مدرأ في الماتريكس طيب بعض الترمينولوجيز الثانية اللي هي الاكسبداتر والكوردينياتور الاكسبداتر اللي هو المشاهل أو اللي بيتابع اللي قد يكون بيعمل عملية تعقيب بس كده إنه هو إيه عمال يتصل بفلان إنت عندك دي وقفة لو سمحت خلصها أو يتصل واحد تاني عندك دي وقفة خلصها الكوردينياتور بيبقى أعلى منه شوية إنه هو له صلاحية إنه ياخد كرارات مش مجرد بس إنه بيذكر الناس باللي عندهم وبيحاول يشاهلهم لا كمان يقدر ياخد كرارات الاتنين دول بيبقوا تحت مدير المشروع أو قد يكون مدير المشروع بيعمل كأنه كوردينياتور أو إكسبداتر على حسب الصلاحيات المعطاة ليه فمهم إنه إحنا نبقى فاهمين الترمينولوجي يعني إيه إكسبداتر يعني إيه كوردينياتور عشان لما تذكر في أحد الأسئلة نبقى عارفين إن إحنا نجاوب عليها وقد يكون في السؤال إن الإكسبداتر ده واحد تاني غير مدير المشروع أو قد يكون مدير المشروع نفسه يعتبر كإكسبداتر إكسبداتر يعني بيشاهل يعني ملوش صلاحيات خالص الكوردينياتور له صلاحيات أعلى شوية لأخذ بعض القرارات لكن لا ترقى لأنه يبقى بنفس الصلاحيات البروجيكت مانيجر طيب النقطة اللي بعد كده اللايف سايكل بتاعة المشروع